الزمالك بيفتتح بتورة افريقيا بتاع عادل سلبي قدام ملديتة الجزائر في مباراة الزمالك عمل فيها كل حاجة وكما سيطر عمل مباراة من الديئة الاولى لحد ديئة تسعين في مباراة ملديتة الجزائر فضلت بتدافع فيها باستماتة. هنجدنا في كل حاجة عن مباراة الزمالك ملديتة الجزائر في حلقة دي نهاردة. فالترام الحلقة دي وصلت لك نزيل اعمل لايك. اول ما رشك ننزل اعمل اشتراك وفعل الجرس جي لك كل جديد عشر نصف خمس سنة مشترك قبل نهاية 2021. يلا بينا نخش في الحلقة. قلتني رقم واحد في الانجاطين. الزمالك النهاردة بدأ بالاربعة اتنين تلاتة واحد بدأ بابا جابل قدامه محمود علاء ومحمود الوينش على الشمال بيلعب عقل الله جمع على اليمين بحاسر امام. بيلعب بصناف نص بيلعب فرجان اساسي وطريق حامد قدامه ميوسك وباما على الشمال بيلعب بيزيزو على اليمين بيلعب امام عشور بيلعب كمهاجم وحيد مروان حمدي. الزمان الكمبادية للمباراة هو الواضح والواضح جدا ان فريق ملديد الجزائر نازل يدافع في المباراة. كنا ما نشوف فريق ملديد الجزائر بيلعب بخمسة اربعة واحد في الطريقة الدفاعية بتاعته. ومقفل جدا جدا الاطراف عشان ملعبوش عرضيات. وكمان بيخرجوا مروان حمدي ببرا ما تدري الجزائي كتير جدا اللي بيخلوه يستلم بضاهره وما يخليش وشه للمرمى. والحاجة التانية كمان كان بيقفل له عمكة علشان ما يسددش امام عشور او فرجان اساسة. فكان محجم فريق كتير جدا ملديد الجزائر محجم الزمالك مش مخليه يرفع عرضيات. صور من الحاس الامام او من عبدالله جمعة او من زيزو او من اي حد بيعرف فيرفع عرضيات. حتى العرضيات لما كانت بتدريفع كانت بتدريفع من من لعبة الزمالك مفيش مهاجم بها ماتات الجزائر لان مدافعين مدلات الجزائر كانوا بيخرجوا مروان حمدي ببرا ماتات الجزائر فبالتالي العرضيات مكانش يلاقي اي جدوى. وزمالك ناحة التانية كان بيحاول هو امس الكورة هو المستحوز هو اللي معاه الكورة هو اللي معاه زمام المباراة. اللي يقدر يعلل الرتمي يوضع الرتمي. بس الفكرة هنا اللي هو ما عندوش حلول. مفيش اللاعب المهاري اللي يرقص واحد اتنين وتلاتة واربعة ويخش شوت. اه اوباما تحس النهاردة تايه كتير قوي. بينزل برا بينزل حد نص الملع عشان يستلم الكورة. حتى نبيستلم الكورة ما بيضاش يلفه بوشه. ولو لفه بوشه بيحاول يسنل على عشان يلفه بوشه ويديه له تاني. فرجلس كان بيحاول يفيد في النحوة الجميلة. ولكن ازا مالك اوبانشيكو كان بيحاول بكل السباتة ان هو يلفع عرضيات. فانت العرضيات مش عارف ترفعها فكان المفروض يبقى فيه خطة بديلة. مراران الحامدي من اللعيبة اللي احنا مش هنحكم عنها من مباراة واحدة. مراران الحامدي دي اول مباراة يبداها كاساسي. والمباراة الاولى اللي يبداها كاساسي يبداها في دولة عبطال افريقيا ودي الدفارية بيدافع باستماتة. فانت طبيعي مراران الحامدي مش هباب في المباراة زي دي. كنتم محتاج بوهاجب يخرج برابة دي الجزاء ويسند على اللي يخلي يسند على الوينجات ويخليهم يخش في المباراة الجزاء وده يبداها مع حميد احداد لما انزل جون للتاني. ولكن كان عندي برضو شوية علامات تتفهام. نوع ما شوية. حاسي امام بيلعب لحال دلوقتي ليه طالما انت مشتري المثلوسي. دي حاجة. حاجة تانية. ليه بقى اععد اشرب من شري جنبك على الدكة. وبدأ بمعشور كوينج. ما معشور? هيدي لك حلول في نص المرعة. سوى من تزديد او مفتوح مساحات او كذا حاجة. لان كوينج مش مش هيديك اي حاجة. انا من هو عشور الناردة مكانش سيف انها دي. مكان سيف انها تلوينج. ولما بدل مع عزيز وجاب زيزو انها زمين ونحوان احت شمال. برضو ما كانش وحش. كان بيحاول يروح وشاط شوطة. وكان بيحاول على مرمن الملدية. ولكن انت كان محتاج وينج يقعد حلول. انت محتاج بنت شارج. لو مش تلعب بسولياسة نص المنع ملاء بلاش امام عزور في ببراء. لو مش تلعب بسولياسة نص المنع ما تلعبش في امام عشور. ابدأ بفرجاني ابدأ بطارك ابدأ بقبايمة وخلي جنبك على الدكة كحل امام عشور مو كيلعب. ينجي مو كيلعب صنع عالية مو كيلعب تالت فلوس المنع بلو عز تقفل الملعب. لكن ملداش بامام عشور. ده انا مش شايفه. والزمانة كمان كان فيه ناس بتقول له مسلا يلعب مهاجم مهاجم مهمة قدام الفريق بيدافع active ازاق جزاء مش يديك اي حلول. المهاجم المهمة تلعب به قدام فريق بيفتح خطوطه. بيفتح خطوطه بيلعب على عرض مثلا. وعايز يفتح خطوطه عشان يكسب στην الأيراد. ولكن فريق جاي برا لارده بيدافع وعايز يتلعب النقطة وراضي جدا اللي يتلعب النقطة تلعب مهاجم امامي مش هينفع. مش هينفع. وزي ما نجد اللي كنت مستد ناشر التاني ان هو يسحب امام عشور وينزل بنشاري. ويسحب مراوان وينزل مهاجم. بسبب اه يلعب بقى ان كان من مهاجم اللي ينزله. ولكن اللي هنشال ناشر التاني اللي هو سحب حازم امام وسحب اه مراوان حمدي ونزل حميد احتلالت ونزل شكبالك او انج يمين وخل او خلا زيزو يرجع ويبقى هو الباك ويعمل جبهة معه شكبالك. والفريق بعد انزل شكبالك ممكن الحل ابتدى يباني شوية. ولكن لما امام عشور تلع وبنشاري النزل الخطورة بانا اكتر. لان زمان يبتدى يفتح خطوطه اكتر واكتر. بيحاول يضغط على ومدية الجزائر. بيحاول يجيب جون. بيحاول يهدف. ولكن الكورة كانت والحال شام كورتين فاتت. رحت بفرص كتير. رحت بفرص كتير. وضيعت فرص كتير. اللابسة الاخيرة عند اللابسة زمانك فيها مشكلة. لازم ما تشكو يشتغل لو حلتة دي. اللابسة الاخيرة عند اللابسة زمانك فيها مشكلة. انت عندك مباريات تلعب برا ارضك محتاج تخطف جون عشان تستريح. ماتش الجاية اللي تلعبه في السنغال محتاج تكسبه. اه نعم تلعبه الارض بس محتاج تكسب مبارا. لان ماتش رضاق سواء ماشي الترجل سواء في مصر او برا مصر يبقى صعب. فمن لازم انت تكسب المباراة الجاية لان تروح للترجل وانت معك اربعة بنت افضل ما يبقى معك بنت او بنتين. فتمنى بتشكو يشوف حلول للتلت الهجومي يخلي اللعيبة اللي مش فاقة ما تلعبش المباراة. اللعيب الفاقة هو اللي يبدأ المباراة. شايف مراوان حمدي مش يعني مش مش من الطبيعة اللي نهجم عليه او نبقى فيه هجوم عليه من دلوقتي يعني لسه ما شوفناش مراوان الحمدي لسه ما ما خدش فرصته كاملة. ولكن الزمانك بيتعادل في المباراة لو كنا فوزنا فيها كانت هتفدنا كتير جدا 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 ولكن قدر الله مش افعل عملنا كل حاجة في المباراة حاولنا على المرمة لعنى فرص كتير ولازم برضو بتشكو يشتغل على حوار بفرص كتير دي بقى معنا الزمانك النهاردة لعنى مباراة كبيرة لعنى مباراة عظيمة ولكن الحظ ما حلفناش والكورة مش عارف اش معنا في البطولة دي بتعنلنا مش عارف اصراحة الكورة بتيجي معنا وتمشي معنا بدور ايفكاس في اي بطولة تيجي عند دور ابطال افريقيا وتعنلنا قدر الله مش هفعل تعادل اي نعم تعادل غير مردي بالمرة ولكن قدر الله مش هفعل ان شاء الله نعوق في المباراة اللي جاية في دور المجموعات ولكن في الوقت الاخرد كان رأي شخص واحد في مباراة زمانك وملدية الجزائر قول رأيك انت في الكومنتس واللي كمان توقع كالة زمان القادر على الصعود من المجموعة وقول لي كمان لو زمان كسر المجموعة يسعد اول ولا هيسعد تاني ومتنساش تعمل لايك لو الحالة عجب مدلساش كمان تعمل سبسكراف تعمل مشتراك فعل الجرس عشان يجيل لكل جديد عشان يصل خمس سنة مشترك امنات عالفين واحدة وعشرين وتابعنا عمسيشان بيطاقتي في تلاف سكريبش من تحت فيسبوك وتويتر في الاستجرام في معكم مصطفى شكراك دايا سلام